السلام عليكم طلاب الصف الرابع الاعدادي بهذا الفيديو راح نحل صفحة 18 وصفحة 19 من كتاب النشاط تمارين الوحدة الاولى عربي وانجليزي هذا عنوان الدرس بالنسبة للثماني الاول كاتبنا اختصارات وكاتبنا هاي الكلمات هنا ورايد بنعدنا نطابق الكلمات ويالاختصارات تمام؟ بالنسبة للكلمة الاولى معناها سنوات هذا اختصارها الثانية معناها لغات هذا اختصارها الثالثة معناها خاصة وهذا اختصارها هاي معناها جدا وهذا اختصارها هاي معناها كمثال وهذا اختصارها وهاي معناها مليون تعرفون هذا الشيء وهذا اختصارها نجل هذا التمرين بهذا التمرين قال لنا read the article on student's book page 14 اقرأ المقال على كتاب الطالب صفحة 14 and mark the sentences true بعلامة T وحدد الجمل الصحيحة بعلامة T والخاطئة أو false بعلامة F الخاطئة بعلامة F ما طالب من عندك صححة الجملة بس هاي انا بصححها لكم للتوضيح اكثر بالنسبة للمقال ما راح اقرأ بهذا الفيديو بس اذا تردوني اقرأه وترجمه لكم كتبولي بالتعليقات تمام اللي قال المقال راح يعرف يجاوب بكل بساطة واللي ما قاري لازم يقرأ وترجمه اوكي على مودي عرف يجاوب لن فالنقطة الاولى English does not have many words with similar meanings اللغة الانجليزية لا تحتوي على العديد من الكلمات مع معاني متشابهة هذا الشي خاطئ نقول هناك الكثير من الكلمات المتشابهة هاي الكتاب اللي بالأحمر هناك الكثير من الكلمات المتشابهة اما بالنسبة للثانية اللغة الانجليزية تغيرت كثيرا حول الوقت هذا الشي صحيح اللغة الانجليزية تغيرت هواي على مدار السنين اما بالنسبة للنقطة الثالثة الناس كتبوا أولاً في اللغة الإنجليزية في القرن التاسع هذا الشي خاطئ كتبوا الناس في القرن العاشر تمام؟ رابع واحدة عندما وصلوا توقفوا الناس من استخدام الكلمات الإنجليزية هذا الشي خاطئ لأن الناس الناس استخدموا خليط من الكلمات تمام؟ النقطة الخامسة النورمانديون احتلوا أو غزوا بريطانيا في 1066 هذا الشي صحيح النقطة السادسة النورمانديون جلبوا كلمات ألمانية إلى الإنجليزي لا جابوا هما كلمات فرنسية فنقول فرنش هاي البلاحمر النقطة السابعة أغلب المرادفات يحتوون على معاني متطابقة بالضبط هذا الشي خاطئ وتصحيح هذه النقطة هنا أنا جوة هذا التصحيح مالتها معاني المرادفات ليسوا متطابقين بالضبط مو بالضبط مو بالضبط مو بالطاوقات مرادف واحد في الزوج يكون أحيانا أكثر رسمية كمثال هاي أمثلة هنا هاي مو داعة تكتبها هاي الكلمة وهاي الكلمة اثنينات معناها ابدأ أو يبدأ بس هاي الكلمة هي رسمية أكثر هاي الكلمة وهاي الكلمة اثنينات معناها مساعدة بس هاي يبين عليها أكثر رسمية واحترافية هاي الكلمة وهاي الكلمة اثنينات معناها يشتري بس هاي الكلمة غالبا ما تستخدم في سياقات رسمية يعني مثل المعاملات التجارية تمام؟ بعد ما كملتم من هذا خلنا مسحة مالدة هنا نجي لهذا التبنين السي بهذا التبنين جاب لنا كلمات متشابهة اذا تلاحظون عايدنا الجمل نفسها ما احد جاوب سؤالي وهنا انا ايضا قال بس هاي ريدنا اغيرها اجيب واحدة من ذني فذني معانيه المتشابهة اوكي فيا كلمة من ذني متشابهة واي هاي هاي الكلمة رد هاي معناها جواب هاي معناها رد فتقدر تقول عادي كلش طبيعي ما حدرت على سؤالي اما بالنسبة للاختلاف البسيط بياناتهن راح احاول اوضحها لكم بنهاية الفيديو حتى اللي ميدد التوضيح عادي هو الفيديو انتهت تمام؟ النقطة الثانية حفل زفافهم كان قبل عامين فهاي الكلمة لها كلمة واحدة من ذني متشابهة اياه زواجهم كان قبل عامين النقطة الثالثة هل هذا المقعد محجوز او مأخوذ؟ هل بامكاني الجلوس على هذا الكرسي؟ فهاي الكلمة سيت تشبهها هاي ومثل ما قلت لكم التوضيح بنهاية الفيديو لا تنسى بان تغلق تغلق الباب أرجوك اغلق الباب نقطة الخامسة هو لم يأتي للمدرسة لأنه كان مريل هايا إل وحدة تشبهها مننا لأنه كان مريل مريضاً ما أجل المدرسة لأن كان مريض نقطة الثالثة أعظم رغباتها بأن تكون بأن تصبح فنانة فهاي الكلمة تشبهها هاي 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 الكلمة المتضادات نحن نقول المعاكسات تمام؟ هاي القائمة إلهم متضادات أو معاكسات من هاي القائمة تمام؟ هاي الكلمة الأولى dead made تروح ويهاية alive حي official تجي إلهم معانا هاي وحدة من عدهن رسمي تروح ويهاية unofficial غير رسمي different مختلف تروح ويها similar متشابه modern حديث تروح ويها old قديم pure اللي هي معناها نقي تروح ويها impure غير نقي تمام؟ نجل هذا التمانين الأخير اللي هو الوحيد واجب منزلي بسعدكم كل شي واجب منزلي هذا شوفايا علامة هاي الجنطة معناها واجب منزلي يقل لك جد معلومات حول العربية يعني هاي الأسئلة اللي راح ينطكياها ما موجودة بالكتاب الحل مالتهم تقابل كتاب فتحاول تلقى مصدر يجاوبك عن هاي الأسئلة جاوبنا لكم على هاي الأسئلة احنا بالسؤال الأول قال شو وقت انكتبت اللغة العربية الأول مرة جاوبنا قلنا لها انكتبت اللغة العربية انكتبت أول مرة في القرن الرابع هنا نقل لك جد لغة جد لغة مرتبطة باللغة العربية اللي هي هاي الأسئلة تمام مرتبطة باللغة العربية نقطة ثالثة جد ثلاث كلمات في اللغة الإنجليزية أتت من اللغة العربية انطيناها كمثال ثلاثة هو طبعا أكو بعد هواي انطيناها كمثال ثلاثة الجبر والقهوة و صفر أما النقطة الرابعة قم بإدراج ثلاثة بلدان تتحدث اللغة العربية خلينا ثلاثة بلدان نحن يمن والعراق ولبنان النقطة الأخيرة ما هي النسبة المؤوية من سكان العالم الذين يتحدثون اللغة العربية هاي برسنتج معناها النسبة المؤوية أو نسبة هاي النسبة هي ثلاثة بوينت ستة و طبعا النسبة هاي متزايدة جاي الزود توصل أكثر وأكثر لأن هواي ناس يتعلمون لغة العربية على العموم لحد هنا كمنا من حل التمارين قلت لكم أريد أوضح لكم ذني قلت لكم أريد أوضح لكم أوجه الله الاختلاف بين ذني على مد خافوا مغوش الصورة حتى تفتهمون أكثر خلنا بدأ نوضح لكم الفرق بين ill و sick يقلك ill غالبا ما تستخدم مثلا المريض اللي متمرض من مدة طويلة مثلا خنقول صار لشهر متمرض فنقول ill ما نقول ill ما نقول sick تمام أبو السيك هاي السيك نستخدمها من واحد متمرض فترة قصيرة وضحة حسا نجل الثانية عندنا مقعد وكرسي المقعد ممكن يكون أي مقعد تقدر تقدع عليها بالسيارة بالباص أو أي مقعد ثاني أما الكرسي الكرسي لا هو هذا أبو الظهر وأربع رجليين والشخص واحد بس فهذا يسمونه كرسي هاي الكلمة cha وقلت لكم مقعد seat ممكن يكون أي مقعد تقدر تقدع علي تمام نجل الثالث وحدة wish و desire رغبة برغبة ثاني معناها رغبة بس هاي wish بس هاي wish تستخدم مثلا الشغلة تتمناها بس تحقيقها يكون صعوب فتستخدم wish نجل الرابعة wedding و marriage حفظ زفاف و زواج حفظ زفاف اللي هو حدث أو حفلة اللي هو يكون بثين أشخاص و زفاف تعرفونا بعد أما هاي الكلمة marriage هو ما بعد الwedding شن اللي يصير وراء الwedding شن اللي يصير وراء حفلة الزفاف راح يزوجون و راح يصيرون بعلاقة طويلة نجي للخامسة shut و close لما نأقلك مثلا shut the door سد الباب ولما نأقلك close the door سد الباب ثاني معناها نسد الباب بس هاي close من أقلك close the door أو أي شيء يأقلك سدة يكون معناها شوية بأدب أكثر هاي بإلحاح وهذا الشيء تريد يصير بسرعة فتقول shut the door أما هاي close هاي نفسها معناها من أقلك سد الباب أو سد أي شيء بس بأدب طريقة مؤدبة أخير وحدة answer و reply خلناها عندني هاي جواب وهاي معناها رد فهاي answer تكون مباشرة لما نواحد يسأل سؤال أو يتصل تقول آني جاوبت جاوبت الاتصال أو جاوبت السؤال أما هاي reply اللي هي معناها رد والرد ممكن يكون على كل شيء وغالبا ما تستخدم بالكتابة يعني لما نواحد يكتب كتاب أو مقال أو أي شيء وأيضا بالمواقف الرسمية يستخدمون هاي الكلمة تمام؟ أتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الحد شيء تانكيو تبايسيه هاي اشتركوا في القناة